اشتركوا في القناة اول حاجة هنعملها مع بعض هي السمك هاخسل كده السمك بتاعي كويس جدا بس قبل ما احطي ايه في اي حاجة هنسمي اللي ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك لو الروتين بتاعي النهاردة عجبك وانا واسكة اللي هو هيعجبك ان شاء الله اول حاجة معايا كمية مناسبة من السمك طبعا اه حاولت اللي انا اشكل السمك بتاعي جبت سمك مكرونة وجبت سمك كمان بولتي وكمان جبت سمك جنبري والسمك الفلاه اللي في الشنطة اللي قدامك دي هاخسله دلوقتي بس لما اخسل الاول السمك بتاعي السمك المكرونة هو منضف لي جميع انواع السمك الحمد لله حتى الجنبري هو كمان اشارهولي لكن انا برضو لازم اعيد على التنظيف بتاعه مش معنى اللي هو غسله يبقى كده خلاص بانضيف وزي الفل لأ طبعا لازم تحط التطش بتاعي وتتأكد اللي انت غسله لحاجة بتاعتك كويس جدا بيديك كمان غسلت المكرونة بس مش غسلتها الغسيل اللي هو انا حاولت اللي انا انضفها كده لو فيها اي زوايد هتتشال هشيلها نفس الكسة السمكية البولتي لو فيها حاجة عايزة تتشال هبدأ اللي انا اشيلها ويها شقها شقتين كده بالسكينة علشان خاطر لما يجي احمره في الزيت يديني كده طعم حل وكمان تبقى مقرمشة معايا من بر طبعا انا ايلاله اخسلي السمك دوت فهو بالفعل غسله لي لكن لو مش ايلاله مستحب اللي انت تخسليه بفرشة مخصصة بتاعت السمك طيب انا مش عندي الفرشة دي استعملي فرشة سنين تكون نضيفة ومخصصها للسمك بعد ما تخلصي غسل السمك تروحي نقعها في شوية ميا وشوية ملحة وشوية خل وتسبيها كده لمدة 3 او 4 دقيق وبعد كده تشتفيها وتسبيها تصفة وتحطيها في درج المعالق بتاعتك كل ما تسيجي تعملي اكلة سمك تستعمليها بس كده شفت الموضوع سهلي زي وجميل وزي العسل غسلت السمك البلت بتاعي وكمان شقيته غسلت الجنبري الحمد لله مش غسلته نضافته هو نضيف بس انا حبيت اللي انا اشيل برضو السلسلة بتاعت الظهر او البطن علشان خاطر تبقى السمكية بتاعتي او الجنبريية تبقى نضيفة معايه هنا السمك في ليه هو نضيفه زي الفل بس انا برضو هتديله شطفة دلوقتي وهنعمل الخلطة بتاعتنا بقى اللي احنا هننقع فيها السمك شوية ايه هي الخلطة معايه ميا من الحنفية عادية خالص هعصر فيها كده حوالي لمونتين متوسطين او كبار على حسب المتوفرين عندي بعد ما هعصر اللمونة هحطها بالقشر وبعد كده هجيب كمية كبيرة من الدقيق يعني حوالي نص كباية حلوة قوي وهقلب كل دوت مع بعضه لو انت حاب تحط ملح يحطي بس خلي بالك الملح والخل هيهري السمكية بتاعتك وهيخلي لونها ابيض قوي وتحسيها اللي هي هل كانة كده فبلاش الملح وبلاش كمان الخل اللمون هنا هيعامل السمك معاملة كويسة جدا لكن الخل هيهريها والدقيق طبعا هيشلك اي رحة زفرة ومستحبت تجيبي السمك من حد مضمون او تجيبي السمك بتاعك او اللحوم بتاعتك من حد انت تعرفي علشان خاطر ما تحسيش برحة زفرة وانت بتاكل بعد ما سبتهم منقعين كده لمدة 3 او 4 دقايق ما تقطريش اكتر من كده بكبيرك قوي 5 دقايق رحت شطفتهم كويس جدا من اللمون والدقيق وحطتهم في المصف زي ما انت شايفة كده يتصف معايا هنا بقى التدبيلة اللي احنا هنعملها مع بعض علشان السمك هنعمل ايه دلوقتي جبت معايا حوالي نص راس من الطوم المطحون او مكعب يعني لو انت عندك لسه تطحنية يبقى نص راس حلو قوي حطت عليها ايه حطت عليها حوالي 3 معالق من الدقة الحمرة او الفلفل الاحمر اللي احنا عاملينه مع بعض معلقة كبيرة من الكمون معلقة كبيرة من الكزبرة معلقة كبيرة من الملح وطبعا كل دود هنعصر عليه لمون لو عندك اطفال صغيرة ومش بتحب الحاجة حراقة ممكن تحطي قرن فلفل رومي وتضربي كل دود في الكبيرة هيطلع معاك جميل وزي الفلفل بس انا اصلا الفلفل دود مش حرق قوي وعندي ولازم بيحبوا الحرق شوية بس مش الحرق قوي يعني برضو معي هنا 3 لمونات عصر طوم كويس جدا وهقلب بقى كل دود كده مع بعض لحد ما الطوم بتاعي يفق وكمان الخلطة بتاعت بتاعت الدقة تفق معايا لان هم مجمدين هليبون كويس جدا وبعد كده نبدأ اللي احنا نتبل السمكية السمكية بتتتبل من جوه بس من بره بتبلها ومطرح الفتحة اللي انا فتحتها غير كده مش بحطي من بره لاني لو حطيتي من بره هيتحرق منك على النار وهيخلي الزقيق بتاع السمكية البره اللي هو الغلاف شكلها مش حلو تمام كده تمام المكاروناية بقى هبدأ اللي انا يعني اتبلها كويس جدا لاني انا منعشاء السمك المكارون المكارونة لها ناس كده معينة بتحبها قوي عندي ولادي بحاول بحاول على قد ما قدر اللي انا اأكلها لهم لكن برضو كل ما بقنعهم بيها ياخدوا منها حطة صغيرة ولأ برضو مش مكتنعين بيها معينها طعمها حلو قوي انا بحبها جدا اكتبوا لي تحت في الكومنتات انت كمان بتحب السمك المكارونة كده ولا ملكيش فيه اخت تبلت كمان السمك الفليو عندي هنا الجنبري حطت عليه شوية من التدبيلة وقلبتهم كده كلهم مع بعض السمك كله هنقله بقى في المصفة لان مش عايز يشرق يبقى فيه ميا عايز يصف الميا بتاعته كلها نقلت المكارونة ونقلت كمان السمك البلتي وهسيب بقى كده شوية عقبال ما نشوف برانا ايه تاني قشر اللمون او اللمون اللي احنا عصرناه مش هيترمي وهقول لك هنعمل فيه دلوقتي بس اصلا لو انت جايب السمك من حد مضمون مش هتشم رحة زفار خالص ومش محتاج القشر اللمون دوت نهي معايا حل على النوار عشان هنعمل الروز الصيادية ابتعت فيها بصلايا والبصلايا هنا مش مقطعها بالسكينة بشرها في المبشرة او تدربيها في الكبة علشان خطل لما تتحمر وتاخد اللون الاحمر دهب الجمد قوي ما تطلعش فوق الوش بتاع الرز ويبقى شكلها مش حلو دا لو انت مقطعها بالسكينة لكن لما بتبشريها او تقطعيها بالكبة مش هتديك شكل خالص هو اللون بتاعها بتاع الرز هو اللي هيبقى باين لكن البصل مش هتبن معايا بعد ما حمرتها ووصلت للون اللي انت شايف دوت كده نزلت عليها بكمية الرز اللي انا غسله وبعد كده اديتها تقلبتين مع بعض وروحت نزلت عليها بكمية الميا المناسبة للرز تقلبتين مع بعض وبعد كده حطت عليهم الملح هسيب بقى الرز بتاعي دوت كده على النور هادية كان عندي حزمتين جرجير طلعتهم وغسلتهم بالشكل دوت الجرجير جاي مع السمك يعني ما طلعته ولا اي حاجة اوه كان في الشنطة بس فطلعته غسلته كويس جدا ونظفته وخليته نضيف وزي الفل وحطت عليه شوية مية وشوية خل وسبته منقوع كده لمدة 3-4 دقايق وبعد كده نخسله كويس جدا علشان خاطر الجرجير بيبقى في تينا انت مستحب اللي هو يتنيع جبت بقى شوية اشياء كده لزوم السلطة يا اختي عشان هنيعمل طبق سلطة كده طعم حل جنب الاكل بتاعتنا معايا تماطم وطبعا الخضار ده كله انا غسله قبل ما دخله التلج فهو نضيف وزي الفل معايا تماطم فلفلايا خيرايا بصلايا للاسف ما كانش متوفر ما عندي كيش يا اختي بتنجان بتنجان اللي عندي بتنجان عروس بتاع التخليل مش بتنجان رومي خالص قطعت كده الطماطم وبعد كده هقطع الفلفل وكمان الخيار اكتبي لي بقى تحت في الكومنتات انت كمان لما بتكون عندك عزومة كده بتبقى محتارة في الاكل وايه اكتر اكلة بتناسب في العزومات انا بالنسبالي اكتر اكلة بتناسب في العزومات هي السمك ساعة كتير كمان بتجيب السمك جاهز ويدوب عمل شوية الصلاطة الطماطم وصلطة الطحينة وشوية الرز ويبقى الموضوع مختلف جدا ما بتبقاش وقفتي في المطبخ كتير و بتحس كده اللي انت فعلا في حق الزيت والتوابل والحاجة اللي انت هتحطيها بتديها للراجل وبيعمله لك هو وبيجي لك من بره بيبقى طعم حلو برده بس انا بصراحة بحب جدا السمك المقلي بتاع البيت احب المشوى بتاع الشارع لكن المقلي بحب كده يعني رحت السمك المقلي بتاع البيت كده او لما بتخلص كده بقى وتيجي تاكل السمك لا لا انا جعت تاني كده ما ينفعش كده ما ينفع كفاية كتير عن الاكل مش معقولة كده يا هبة خلصت كده الصلطة بتاعتي فوضي البس البصلاية هقطح كده شرايح رؤياء جدا او رفيعة جدا لكن مش هحط الملح دلوقت ليه مش هتحط الملح دلوقت لاني لسه شوية عقبال ما نعمل الاكل او عقبال ما نقل السمك وانا خايف الصلطة بتاعتي تتبل والطماطم تتبل ويبقى شكلها بيت لان الملح بيتبل الاكل بيتبل الخضار يعني بيخليها اللي هي دبلينة فرشتي بقى الاكياس بتاعتي اللي هي بديل الجرايط بتاعت زمان وحطت عليها شوية من الدقيق كده حلوين واحط ايه بقى علي علشان خطر طبعا السمك الجنبري والسمك الفيليب وكمان المكرونة لما بتتبلي الحاجات دي كده من بره بتبقى الغلاف بتاع السمكية لونه حلو وتعمه كمان حلو وطبعا مع الاضافة لمعلاقة نشا النشا هنا هيدي كوام حلو جدا للسمكية ويخليها كمان ما ارمشها وطعمها زي العسل اول حاجة هعملها هعمل كمية السمك كلها عشان اخسل ايديا وابقى فاضية للالية عشان خاطر يبقى الموضوع بالنسبالي سهل جدا وان شاء الله الالية مش هتاخد وقت مننا خالص على النار حطت كده السمكية بدأت اللي انا اتبلها كده بالدقيق أو اعفرها بالدقيق على حسب ما انت ما بتقولي بتقولي عليها ايه اخت قوليلي بس في الكومنتات بتقولي عليها ايه انا عن نفسي بقول عليها اللي انا بتبلها بالدقيق بس كده ملاش اي كلام تاني�트 قال او بقى لو انت اسكندرانية اكتبي لي برضو ايه او تعفريها بالدقيق هنا السمكية الماكرونا بحاول اللي انا اغلفها برضو بالدقيق واروح برموها كده بأيدي علشان خاطر تبقى مبرومة لما تيجي تستوي تديني شكل حلو متكسرش مني على النور والسمك الفلي كده خلصت الحمد لله فاضل بس الجنبري هخلصوا برضو يبقى الدنيا عندنا تمام وزي الفل مرضيتش ازود في كمية الدقيقة عشان مايفيدش حاجة لو عصت ابقى حط تاني مش مشكلة لكن مايتري مش حروم كده خلص خلصت الجنبري بتاعي طبعا هقلي بقى دلوقت على النار بس هقلي في حاجتين يعني علشان خاطر انجز الوقت معايا واخلص بسرعة ويبقى الموضوع بالنسبة لي سهل حطت بقى الجريلة على النار وبعد كده حطت كمان طاصة كده على النار ونبدأ مع بعض نقلي السمك بتاعنا حطت هنا السمكية لقيتها لقى الطاصة زغيورة شوية رح تنقليها على طول على الجريلة عشان تاخد راحتها كده وهي بتتقل وطبعا الرز بتاعي موطي النار عليه وسيبا يعيش حياته على النار بدلت كده علشان خاطر النار اللي انا حطت عليها الجريل اعلى من النار اللي جوه طبعا هحط المكرونة بقى كلها كده ومش هقلبها خالص غير لما تاخد طبقة من تحت وحس اللي هي تغلفت معاي اول ما حسب كده هروح مقلبها على الناحية التانية مش هتتكسر منك ومش هيحصل لها اي حاجة خالص في المرحلة دي لو انت شميتي رحة زفرة تقدر اللي انت تحطي اللمونة كده في قلب الزيت لكن انا والله ما شميت اي حاجة خالص بس انا متعودة اللي انا بقى حط اللمون في قلب الزيت لكن هو السمك بسم الله ما شاء الله ما شميتش رحة زفرة ولا اي حاجة لاني جايبا من مكان ما وصوك فيه بس خلاص اتعودت يعني خلاص يعني زي ما انت تعودت كده مثلا اللي انت في حاجة بتعمليها ماينفعش مثلا تعملي كذا غير لما تعملي دي اتقابليه فالانسان باع الحسن ما تعودي يا اختي بس برضو زي ما انا متعودة اللي انا بمسك المعلقة وروح مغطية السمكية بتاعتي بالزيت ايه فايدة الزيت اللي هو هيغطي السمكية كده مش عارفة بس انا برضو تعودت على كده كده خلاص بعد ما اخلصت يعتبر اه تلات اربع السمك فاضل بس شوية صغيرين نقلتهم على على طبق يعني بدأت اللي انا امسح عندي الرخامة وهنا فايدة الاكياس اللي انا حطتها ما يطلعتش موعين كتير ما هدرتش كمان في شكل اللي الرخامة عندي والدنيا ما تدهولتش ولا اي حاجة لميت الكيس ومسحت الرخامة وخلاص على كده نفرج بقى مناديل علشان خاطر نطلع عليها السمك انا بحب اطلع السمك بتاعي على الرخامة على طول مش في طبق عشان يبقى واخد راحته وبعد كده بقى حطه في طبق التأديل هنا الطبق دوت او البولة دي بحطها مقلوبة كده وبحط عليها منديل عشان لما طلع السمك برصه عليها ويبقى متصفي معايا من الزيت وياخد راحته ومايتهريش ويبقى طري وكمان شكله يبقى مش حلو وملمسه كمان يبقى طري قوي هوريك دلوقت انا بحطه زي بصي بحط السمكية بالشكل دوت الزيت بيبدأ اللي هو يتصف معايا من قلب السمكية بيبقى طعمها حلو جدا لكن لما تجي تحط السمكية على جنبها اكيد طبعا الزيت معا المنزيل هيطر السمكية بتاعتك وهيخليها كمان طرية كده والملمس بتاعتها بيبقى مش حلو انا عايزها مقرمشة مقرمشة زي بتاعت المحليت كده خلاص المكرونة بتاعتك كانت خلصت هبدأ اللي انا اطلحها ونزل حاجة بدلها وعند السمك التاني هقلبه دلوقت ويبقى كده الدنيا عندنا تمام وزي الفل هحط الجنبري كده عايز اقولك في المرحلة دي ثلاث ساعة ثلاث ساعة مطرح ما كنت بحط الجنبري وكمان الجريل بتاع السمك قدامي فكل الصهد طالع على قدية بس الحمد لله على كل حال بصي بقى مش حرماهم من اي حاجة هو عملت لهم جميعا نوع السمك صح ولا لأ جميعا نوع السمك ولا لأ مش صنف واحد يا اختي كله هو مع بعض صح ولا لأ كده خلاص الاكل بتاعي خلص رصيته على الصفرة تعالي كده نشوف الصفرة بتاعتنا بقى شكلها عامل ازاي غرفت الرز اللي لونه حلو قوي عملت كمان صلط التحينة اا وكمان حطيت على وشاه شوية شطس غنانين والجرجير بتاعنا كان انغسل واللون بتاع السمك بتاعنا اللونه حلو قوي بسبب الكركم اللي احنا حطناه ولا الانماشة تعمها حلو قوي بسبب برضو النشا والتوابل اللي احنا حطناها على دي عملت صلطة الطماطم حاجة كده فاخر من الاخر والحمد لله على كل حال كده بس خلاص الروتين بتاعنا خلص النهاردة كله كده تمام وميت فل وعشرة بحبكم في اللي احلى وقاطي بخوت في الدنيا دي كلها بتنسيش تحت في الكومنتات تكتبيلي عملت اكل النهاردة بقالي كتير جدا مسألتكيش في المرحلة دي الموبايل خلاص كان فصل شحن او مش فصل شحن الفلاش فصل علشان خاطر الموبايل كان هيفصل